تعتبر الحلوة البحرينية من أبرز الحلويات الشعبية التي يقبل عليها المجتمع البحريني والزوار في المناسبات والأعياد نعم مريم فالحلوة البحرينية ما زالت محتفظة بمكانتها وسطة تنوع وتعدد الحلويات في الأسواق التجارية في دلالة على الكرم وعلى ارتباط الإنسان البحريني بعاداته وتقاليده وأسلوب حياته لا يخلو أي منزل بحريني في العيد من الضيافة أو ما يسمى بالقدوع الذي يتميز بوجود الحلويات الشعبية كالحلوة البحرينية والرهش إلى جانب المتاي والمكسرات بجميع أنواعها واستعدادا لأيام العيد تزخر الأسواق بكميات وفيرة من الحلويات وبالأخص الحلوة البحرينية ذات الألوان المتعددة والرائحة المميزة لتلبية طلبات الزبائن البحرينيين يعتمدون على أكل الحلوة أيام العيد تلعيد يصير هنا زحمة تقريبا ناس جواي من كل مكان من الخليج بعد من السعودية من الكويت من المرات يأخذون حلوة تلعيد وهذه معروفة عندنا في البحرين من قديم من أيام أجدادنا يأخذون هذه يسمونها صوغة العيد حق الكبار الذي يفتح المجلس الذي يجيبارك بالعيد الحمد لله صير زحمة في السوق هنا تعج الأسواق الشعبية برائحة حبات الهيل وماء الورد والزعفران التي تدخل ضمن المكونات المستخدمة في إعداد الكثير من الحلويات التي عرفت بها البحرين منذ سنوات طوال وبات شراء الحلويات من الطقوس والعادات والتقاليد المتوارثة خاصة في أيام العيد لدينا حلويات من تنوعة من الأخضر والأحمر والملكي والتين وكل شيء يقبلون على الحلويات في شاء الرمضان على الزلابية والحلوة وهذه الأشياء وفي العيد لا يقبلون على الرهش والمكسرات والمتاي على جميع الحلويات في العيد الطلب على الحلويات الشعبية في أيام العيد لا يقتصر على المواطنين فقط بل بات المقيمون والسواح يقبلون على شرائها أيضا ومهدي عبد الرسول أحد البائعين الذين عشقوا صناعة وبيع الحلويات الشعبية منذ زمن طويل وتربطه علاقة وطيدة مع زبائنه حتى أنه زين بصورهم في المحل الذي يعمل فيه الحلويات البحرينية الشعبية باختلاف أنواعها دائما ما تكون حاضرة في موائد الضيافة عند البحرينيين الذين يحرصون على تواجدها في مختلف المناسبات كرمز للعادات البحرينية الأصيلة والتراث ايمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين